بالنسبة للدعاء للأموات و للأحياء هل يلزم أني أنا لابد من أن أذكر اسم كل واحد منهم أو أن الدعاء يشملهم أختي أمت الله من السعودية و أم سعيد من العين بارك الله فيكم أولا لا شك بأن البر للوالدين لا ينقطع بالموت و الأرحام كذلك يذكرون بعد موتهم بالدعاء و بالصدقة و هذا مما بيّنه النبي صلى الله عليه و عليه وسلم و لذلك مما يؤسف له أن بعض الناس إذا مات له ميت قريب إذا مات له قريب نسيه و هذا حقيقة يعني ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه في هذا و أن يهتم بأمواته من حيث الدعاء لهم و الاستغفار لهم و الصدقة عنهم حتى أن النبي عليه الصلاة و السلام يعني أرشد إلى إكرام صديق الوالد و صديقة الوالدة في إشارة إلى أن البر ما ينقطع بارك الله فيكم المسألة الثانية بالنسبة للدعاء أخت الفاضلة هناك دعاء عام و دعاء خاص الدعاء العام اللهم اغفر لجميع المسلمين و المسلمات المؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات و هذا الدعاء يا أخواني و أخواتي من أعظم الأدعية لأن إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و أكل الله ملكا على رأسك يقول و لك بمثل ذلك و لك بمثل ذلك الأمر الآخر بالنسبة للشخص إذا أراد أن يدعو لخاصة أرحامه يسميهم خاصة الوالدين الوالدين ينبغي أن لا يشملوا ببقيته يعني بالدعاء العام اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لأمي مثلا يخصهم الإنسان هذا من حق الميت عليه من حق الوالد من حق الوالدة عليه فأنت يا أختي أمت الله و مسعيد أيضا إذا دعيت للأموات خص والدك خص والدتك مثلا اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأبي كذلك يعني يخصون حتى في الصلاة الصلاة يدعا لهم بخاص لأن هؤلاء لهم حق عظيم على الإنسان أما بقية الأرحام لو قلت مثلا اللهم اغفر لي جميعي أرحامي خلص دخل الخال والخالة والعم والعمة والأخت والأخ والأخت وبقية الأرحام بقية الأرحام لكن أنا أؤكد على مسألة وهي أن الوالدين لا ينبغي أن يعمهم الإنسان بدعاء عام مع البقية إلا إذا خصهم ثم عم أما أنه هكذا لا يذكرهم في دعواته ويخصهم بهذا يخصهم بالدعاء لا شك بأن هذا فيه جفاء فيه جفاء للوالدين لا يخصون في الصلاة في كل ركعة في كل ركعة اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر لي أمي أو الميت منهما مثلا وللأحياء أيضا وللأحياء لكن الإنسان عنده أرحام كثر مثلا يعني لو جاء الآن يعدهم في دعاء يعني خرج عن المقصود اللهم اغفر لي جميع أرحامي وجميع أقاربي مثلا فيكتب الله عز وجل الخير في دعواته